تم تحديد جنسية اللاعب هل نحتاج لعبين سعودين في بعض المراكز وفي بعض المراكز كان التركيز على اللاعبين الأجانب فنحن ماشينا على هذه الخطة وفي كل مركز كان فيه على الأقل ثلاثة لاعبين يعني متاحين وعندنا فكرة أنهم ممكن يكونوا متاحين في هذه الفترة وصراحة ما يعني عدد الأسماء المتاحة في الفترة الشتوية صعبة جدا خصوصا إذا كنت تحاول تستقطب أسماء لامعة في عالم الكرة هذين سيكونوا في أندية كبيرة بتنافس على بطولات بتنافس على مراكز معينة في دولهم فبالتالي صعب أن فروقهم تتخلى عنهم اللاعبين ممكن تقنعهم وتغريهم بعقود مزية بس الأندية صعب توافق على التخلص منهم جميع المجموعة هذه اللي جات يعني معظمهم يعرفوا بعض أو لعبوا في نفس الأندية ولهم علاقات مع بعض المدربة الحقيقة تكلم معهم كلهم قبل استقطابهم ليتأكد من حماسهم من اهتمامهم من إصرارهم على تغيير الوضع وتكتيب الفريق في الدول شوف أي نوع من النوع التعاقد اللي فيه دعوامل كثيرة جدا المال طبعا جزء مهم جدا والعروض اللي تقدمها للأنبياء واللاعبين ما حد يقدر يقول لك ما هي مهمة بس فيه أمور ثانية كثيرة يعني الوقت كان ضدنا كثير بشكل كبير جدا تكرى الإدارة هذه استفلمت 26 نوبمبر نحن اليوم 14 يناير أظن فأنت عندك حوالي شهر ونص من الوقت المجهود اللي بدلوا مجلس الإدارة كله يعني الليل نهار بشكل خيالي كان كمية اللاعبين والجهاز الفني اللي حلل فيديوهاتهم وحلل من ناحية فنية كمية هالا فقدر أقول لك المجهود الفريق الفني كان شيء غير طبيعي ويمكن تقريبا كل الخيارات حقتنا كانت الخيارات الأولى والثانية ما هو الخيار الثالثة والرابعة والخامس يعني هذه انت ممكن تعمل المستحيل بس لو ما في توفيق الله سبحانه وتعالى ما يمكن تقوم بهذا العمل الظاهر الدعاء حق جمهور مدى الاتحاد يعني دانا دفعة كبيرة في هذه الفترة يعني نرجع نقول باختصار المال يعني عنصر مهم وانك تكون جاهز لتوقيع والدفع وحتى يعني فيه كثير انبيا اللي اشترينا منها لاعبين يعني كانوا خايفين وحاطين شروط جزائية لو اتأخذت في اي دفعة يعني ما كان همنا ايش شرط الجزائي لأن احنا وفقين من الدفع فبالتالي يعني اتيسرت الامور بشكل ممتاز والحمد لله